قدم المقترح الذي يخص توزيع اراضي لذوي الدخل المحدود في طاولة البرلمان لكنه لم يقر حتى هذه اللحظة الالية تقتضي بعدة خطط تشمل حتى تلك الاراضي التي بني عليها بيوت عشوائية من هذا المنطلق شرح ذلك المقترح وبينت فحواته التي تفسر وفق هذه الشاكلة من قبل المعنيين بمثل هكذا امور الحكومة بهذه الطريقة لا بد أن تكون لها قرار الحقيقة والقرار يكون قرار شجاع بتحويل هذه الاراضي الى اراضي سكنية والتي هي اساسا صفرت من الزراعة وليس لديها حصة مائية وهي تقع من منطقة سكنية يعني مربع سكني بالنتيجة تقع عليها حالة التصنيف السكني فالقرار راح يشمل هذه المناطق وبالنتيجة تحول هذه بمبالغ للدولة تكون بها مردودات مالية وبنفس الوقت تقدم لها خدمات البناء التحتية الحديث هنا ينطوي تحت مواضيع مختلفة ولا يبتعد كثيرا عن تلك الاراضي والممتلكات التي تود الحكومة بيعها وزج قانونها ضمن الاطار نفسه ومع ذلك هناك عدة تساؤلات تخيم عن تلك الاجراءات الاستباقية خاصة اذا ما خدث عن الصيغ والخطط العمرانية التي ستعتمد وفق الاراضي والبناء التي تمتلكها الدولة هناك قضية يجب ان لا تفوت عن البال هل هذه الخطوة لها علاقة بعقارات الدولة؟ وهل ان هذه عملية تخطية يراد من خلالها ان تمرر عملية بعقار الدولة للذين يستخدمونها ويستخدمونها كمقرات للأحزاب وكشركات ودور سكن من بعض الشخصيات المتنفذة التي تتربع على عرض المسؤولية الصورة تكاد تكون اكثر وضوحا على خلفية اطار ذلك المقترحة وقد يغير من الميزانية التي تتكأ عليها الحكومة لكن التخوف هنا ايضا يكون بارزا من الاستغلال المحتمل في تلك العمليات التي ستجرى فيما لو قر البرلمان ذلك القرار لا سيما وان الكثير يعول عن مثل هكذا قرارات تعالج اغلب الازمات التي يمر بها البلاد عالية توزيع الاراضي لذوية الدخل المحدود فيما لو قر برلمانيا ربما يحتاج الى استراتيجية معينة وبالتالي المعادلة تلك ستنجب صيغ اقتصادية قد تنقذ البلاد من الازمة المالية محمد جليل من العاصمة بغداد بلاد الفضائية